انت عملت تجربة غنائية مع الفنانة سومية الخشاب بعدين طلعت قلت لا التجربة دي ما نفعتش وما عملناش أرقام كتيرة لأسباب ايه اللي حصل ايه الحكاية ايه الموضوع انا الحمد لله فاضل ربنا 90% من شغلي يعني انا ببقى اتكلم عن نجاح والبس مع ما رح يوم كده 50 مليون يبقى دي الاغنية دي بادي التجربة انت اغنيتك تبتدي 50 مليون بنت الجران عود البطل شمس المجرة لغبطيطة بنت الجران بمبون سوية في نوتيلا شكرات سحجو كل الشغل ده 50-60-100-300 انت مايرضغش غير 50-60 ابدأ اقول لغنية بتاعتي بدأت تنجح وابدأ اعطم من الله اللي بدأت تروح في الوانطة عربية كله من اول 50 مليون في نفس المال خشاب بيحبها جدا طبعا ولها كل الاحترام كانج مكبيرة ولها تاريخها ملبا مصر طبعا اه اشتركنا في اغنية اتفقنا واتفقنا في كل حاجة وانا قلت لها على خطوات كم معينة عشان اغنية بتاعتنا تجيب الرقم ده لازم هنعمل 1-2-3-4 النزل ده كان ميكينج ده مش طبعا مشكلة بخالص نزل ده كان ميكينج لما احنا نزلنا الميكينج دقيقة برومو عشان نشوأ الناس للاغنية البرومو خد تريند رقم واحد على اليوتيوب وده صعب جدا ليجي 20 ثانية يطلع تريند رقم واحد يوم كامل حلو جدا قلت لها يا سومية خلاص تلع يا سومية انت بتقول لها يا سومية عادي كده لمشكلة بس مش كريرة دي يعني عادي ماشي مو بعدين تلع يا سومية وبعدين قلت لها يا سومية يعني ايه الناس عايزة تشوف حاجة كويسة والنزل ده ميكينج وإحنا كنا مش متفقين على الكليب فتعلم تصور كليب قالت لي انا يعني كترع من مسلسل موسى وكان عندها برامج في رمضان انا تعبنة ومسافرة دبي اجازة انا اتكلمت الناس في دبي ناس محترمين جدا هناك وزارة السياحة عارفوا لا احنا هنصور وهم بيحبوها جدا وفتحوا لنا الاماكن واللي انت عايزوا تعالى وهنصور خلاص هنروح نصور في دبي برضو قلت يعني معرفش ليه ما صورناش تصوير كويس لان انا بهدلت على تصوير النزل ده تصوير النزل انا مش حبه أصلا يعني الشكل ده انا اعمل حاجة احسن من كالب كتير جدا وطبعا لو انت في دبي نصور لو انت في مصر نصور يعني عشان الناس هنشتغل في الميكينج وانا هشتغل عليها هطلعوا بصورة كويسة والكلام ده كله طبعا كاماتيريا الفقير جدا الكليب الفقير طب ما الاغنية موجودة هو لازم يعني الكليب يبقى مبير لو الاغنية نفسها حلوة هي هي صمية مش قليلة يعني هي نجمة كبيرة جدا ما شاء الله يعني حد عمل طب انت قرارك في صوتها هي مطربة كويسة على فكرة مطربة كويسة اه بتغني كويس بتغني كويسة وما بتضحك ليه طيب عشان انا بحب صوتها انا بحب صوتها فبس فالاغنية ما جابتش المطلوبة دهاتي جابت 12 و 13 مليون انا انت 13 مليون دول عندك يا راجل ده في الناس لما بتعدي مليون في اغنية بيعملوا أفراح ماشي ما انت ما نسلت انجحت تجيب 650 مليون فهتى من نسبالك لما تجيب 10 او 13